فتحات تحت الأرض في العديد من المواقع الحدودية زعم الجيش الإسرائيلي أنها أنفاق لحزب الله في مناطق وعيرة في الجنوب عثر فيها على مخازن أسلحة ومواقع تجهيز للمقاتلين نشرها أفخاي أدرعي في فيديو على منصة أكس أدرعي تحدث عن كشف معلومات استخباراتية هامة وتدمير أسلحة ومنشآت بما في ذلك بنا تحت الأرض وأسلحة متقدمة من صنع إيراني هذا المنزل كان يستخدمه مخاربو حزب الله الذين حفروا تحته بونية تحتية تحت أرضية الحديثة بونية تحتية قتالية لا تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية والتي خزن المخاربون فيها الوسائل القتالية العديدة وكان يفترض من هذه البونية التحتية أن تشكل النقطة تطيح للمخاربين التحذير قبل تصلل إلى أراضي دولة إسرائيل المتحدث باسم الجيش كشف النقاب عن عشرات عمليات المداهمة الموجهة التي قادتها قيادة الشمال عبر الحدود مستهدفة مواقع قوة الرضوان التابعة لحزب الله لضرب قدراتها على مدار مئات الأيام أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ألف الأهداف العسكرية تابعة لحزب الله في الجنوب بما في ذلك مئات مخازن الأسلحة وعشرات الأطنان من المتفجرات ونقل بعض منها إلى داخل إسرائيل في المقابل صدر بيان عن العلاقات الأعلامية في حزب الله يشير إلى أن هذه الأفلام والصور قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة يقول بيان الحزب وفي وقت نفت قوات اليونيفل إلى جانب حزب الله دخول أي قوات إسرائيلية إلى لبنان زعم أدرعي أن الفرقة 98 بدأت أنشطة موجهة ومحددة في الجنوب ومن بينها قوات لواء الكوماندوس والمظليين والمدرعات من اللواء السبعة التي استعدت على مدار الأسابيع الأخيرة لتنفيذ عملية برية ترجمة نانسي قنقر